حادث اهتز له العالم أمس وقع نحو السابعة مساء حيث سمع دوي إطلاق النيران على قطاع غزة وامتداد إلى مستشفى المعمداني وسط صراخات واستغاسات الأطفال والشيوخ وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سكوط أكثر من 810 جاهداء بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين وانتشرت صور الجسس ضحايا حادث قصف المستشفى على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت صورة طفلة فلسطينية عمرها سنتان تحمل فيه كفها قطعة خبز وعملة معدنية وأشعل ضغض بعدد كبير جدا من الرافضين للعدوان الإسرائيلي على غزة بينما جاء عشر أحداث مفاجئة بعد قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة مئات الجسس تتناصر هنا وهناك لأطفال ونساء وشيوخ مرضى لقطات مرعبة شهدها العالم كل مساء أمس بعد قصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة وهي الجريمة التي اعتبرها عدد كبير من الدول حرب إبادة ترتكب ضد شعب أعزل محاصر بلا طعام أو ماء أو كهرباء أو أي وسيلة من وسائل الاتصال وترتبع لهذه الجريمة عدة أحداث مفاجئة منذ مساء أمس واحد أعلن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن إلغاء الكمة الرباعية التي كان مقرر عقدها اليوم بين قادة مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الجريمة التي ارتكبت ضد شعبه لن تمر دون محاسبة اتنين انتشرت مظاهرات في عدد كبير جدا من العواصم العربية والأجنبية تندد بهذه الجريمة الإنسانية التي تخالف كل من الأعراف والقوانين الدولية وطالب المشاركون في هذه التظاهرات المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت المحقق ثلاثة حاصر عدد كبير جدا من المتظاهرين مقر السفارات الإسرائيلية والأمريكية في عدد كبير من الدول العربية والغربية ومقر الأمم المتحدة أيضا معبرين عن غضبهم ومطالبين بضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني أربعة طلبت كل من دولة روسيا والإمارات بدورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بعد ضرب المستشفى وسقوط عدد كبير من الشهداء لمناقشة المستجدات التي حدثت في المنطقة خمسة خروج قادة الفصائل الفلسطينية عبر وسائل الإعلام المختلفة مطالبين العرب والمسلمين بالخروج في تظاهرات في مختلف شوارع العالم لدعم القضية الفلسطينية بعد سقوط مئات الضحايا في حادث قصف مستشفى غزة ستة صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جونتويش بأنه يشعر بالفزع إذا مقتل مئات المدنيين في غزة عبر قصف مستشفى المعمداني وقال أدين الحادث بشدة وقال بمعقلات الضحايا في قطاع غزة سبعة خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء وقال أشعر بالحزن والغضب بسبب انفجار المستشفى الذي قد على حياة مئات المدنيين الفلسطينيين وقال خلال زيارته اليوم إلى إسرائيل وفقا لما رأيت يبدو أن الجانب الآخر هو من ارتكب حادث المستشفى وليس أنتم تمانية استمرت أكاذيب الجانب الإسرائيلي الذي أعلن على لسال دانيال هغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قصف مستشفى المعمداني لم يكن قصفا إسرائيليا واتهم حركة الجهاد الفلسطيني بقصف المستشفى تسعة حركة الجهاد نفت الأكاذيب والاتهمات الباطلة التي وجهها إليها المتحدث الرسمي الإسرائيلي وقالت أن المستشفى تم استهدافها بقصف جوي أطلق من طائرة حربية إسرائيلية عشرة خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني وقال ما حدث في غزة الآن هو محاولة دفع سكانها واللجوء إلى مصر مؤكدا أن مصر دولة زاد سيادة حرست خلال السنوات الماضية على أن يكون هذا المصار استراتيجيا ومؤكدا أن نقلها إلى مصر أمر خطير وسوف تتحول سيناء إلى قاعدة